وزارة النقل مادة المناقصة المحدودة اللي طرحتها مع وزارة الإسكان لتنفيذ أول قطار سريع في مصر من العين السخنة وحتى العالمين شهرا إضافيا لتنتهي فترة تلقي العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع نهاية أكتوبر المقبل وده بدل من نهاية سبتمبر الجاري وأوضح الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن المادة جاء بهدف إعطاء الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع مهلة وفرصة كافية لإجراء دراستها وتقديم عرضها وأضاف الوزير إنه حيتم تنفيذ مشروع أول قطار سريع في مصر بالكامل خلال 30 شهر موضحا إن الوزارة بهذا المشروع هتنشئ شبكة سكة حديد جديدة لنقل الركاب والبضائع موسيقى 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 موسيقى